مشاهدين الكرام مهلا بكم في النشرة الجوية وقدمها لكم من نوع القناة الخبرية في الجزائر إذن نجوى مغشاة مع احتمال تساقط بعض الأمطار الرعدية أحيانا على كل المناطق الوسطى والشرقية للوطن نستهل نشرتنا الجوية بصورة القمر الاستناعي توضح لنا سحب عابرة بالمناطق الشمالية حتى على الجنوب الغربي نصل بكم مشاهدين لتفاصيل الوضعية الجوية اليوم الجمعة بداية بحركة رياح نرتقي بإذن الله ببريح ضعيفة نسبيا على كل المناطق الشمالية تصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة بالنسبة للمناطق الجنوبية رياح رح تكون من ضعيفة لمعتدلة ودلة طاير لريمى المحليا تصل سرعتها إلى حوالي 40 كم في الساعة نمر إلى الوضعية الجوية المرتقبة لصبي حتى الجمعة نتوقع بإذن الله مغشاة جوسيا على غرب البلاد مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بالمرتفعة الداخلية غربية تقص غائم على المناطق الوسطى والشرقية مع أمطار رعدية مرتقبة على المناطق الشرقية حتى بالمرتفعة الداخلية وسطة لكن يبقى تقص مشمس إلى قليل الصحب على معظم المدن الجنوبية مع تطاير لريمى المحليا درجات الحرارة المرتقبة لصبي حتى الجمعة تصل بإذن الله إلى حوالي 27 درجة على عين سلاح 20 درجة بتندوف 29 درجة على أدراء 24 درجة على إليزي وجانت 26 درجة على عين قزام 15 درجة على الجزائر العاصمة 14 درجة على تيزي وزوة لمسان 16 درجة على البيض نعام مشرية حتى وهران استغانم وتنس منتج درجة على النبا و15 درجة على منطقة القلمة في ظاهرة الجمعة تتحسن الأجواء تدريجيا على كل المناطق الوسطى حتى على المناطق الغربية الأجواء ستكون مغشات جسيا على شرق البلاد احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة بالسواحل الوسطى بالجنوب الأجواء ستكون مغشات ورعدية على مرتفعة الهجار والتسليل لكن يبقى التقسمش من صدق قليل الصحب على باقي المناطق الجنوبية مع تطير للرمال محليا درجات الحرارة المرتقبة لظاهرة الجمعة تصل بإذن الله إلى حوالي 43 درجة كأعلى مقياس على عين سالح وعين قزام 40 درجة على إليزي وجانات 37 درجة على ورقلا وحسن سعود حتى تندوف 42 درجة بأدرار 30 درجة على الجزائر العاصمة وبليدة 28 درجة على تيزي وزوع النابا 30 درجة على قلمة 24 درجة على سطيف 26 درجة على وهران والبيض حتى تيارة والجلفة في حيث مسجل 25 درجة على منطقة لمسان أما عن حالة البحر اليوم الجمعة البحر بإذن الله سيكون جميل إلى قليل الإطراب على طول الشريط الساحلي مع رياحة ستكون مختلفة الإتجاه تترابح سرعتها ما بين 10 حتى 20 كم في الساعة لكن ممكن أن تسلس سرعتها رياح إلى 30 كم في الساعة أواخر النهار بالسواحل الوسطى والشرقية للوطن قبل أن نختم نشرتنا الجوية نتاجها بكم اليوم لولاية بومرداز فإن التقص بها يام الجمعة السبت والأحد سيكون تقص مستقر ومشمس على العموم مع درجات حرارة دنيا ستترابح ما بين 16 و17 درجة خلال الصبيحة وما بين 27 و28 درجة خلال الدهيرة رياح فيها ستصل حوالي 30 كم في الساعة أما نسبة الرطوبة حوالي 85% كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقص يوم الجمعة والله أعلم شكرا لكم على المتابعة في أمان الله